ونعود نأكد لكم باش أن نكون طمأنه اللي عنده بعض تخوفات أن العمل يكتم بدون ألم وأن المريض ما كيحس تبشي حاجة وخاك يكون واعي وفايق والنتجة النهائية اللي كنحصل عليها هو أن الضفر كيرجع لمكان دياله الطبيعي وأن الجيل المتعفين والملتهب كيتم تخلص منه بالكامل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في قامتكم ميديكول معكم الدكتور مونير من بعض الموضوع اللي درت من قبل حول الضفر المغروس لونغ الأنكارني لكثير من المتتبعين كان عندهم نفس تساؤل حول عمليات نزع الضفر المغروس طريقتها والمداد الصعوبة دياله أو الخطورة دياله في هذا الفيديو سنوريكم إن شاء الله طريقة علاج الضفر المغروس يعني عملية جراحية كاملة من الألف إلى الياء بجميع التفاصيل لمعرفة المزيد تابعوا الفيديو حتى النهاية الضفر المغروس في الجلد هو مشكل شائع عنده أسباب وعوامل مساعدة كثيرة كنت شرحتها لكم في فيديو سابق والرابط ديالفيديو سيظهر الآن فوق الشاشة كما أنه موجود أسفل في صندوق الوصف طرق العلاج مختلفة ولكن الجراحة كسبقة هي الحل النهائي والفعال لهذا المشكل والآن سنوريكم عملية جراحية كاملة أولا يتم تنظيف القدم مع تطهير الأصبوع المصاب بمطهير لقتل جاراتيم وتفادي التعفونات تنظيف كيكون كامل وفعال قبل البدء في العملية كنديرو في الجدر ديال الأصبوع أنقاغو أنقاغو اللي هو شريط مطاطي الدور ديالي هو أنه كيحبس ويقلل الدم المتضفق إلى الأصبوع اللي غدينفتحو باش النزيف ما يكونش قوي خلال العملية إذن على بركة الله نبدأ التخدير أو البنج كيكون موضعي يعني أن المريض كيكون واعي ولكن ما كيحستبش حاجة في الأصبوع دياله عملية البنج كتكون في نوقات معينة باش كون ناجحة مئة بالمئة أول حاجة غدي نبدأ بها هي النسيج الجلدي لفوق الضفر هذا النسيج أو هذا الطريف من الجلد كيكون مريضه ملتهب ولا يجبه تركه وكلما طالت مدة المرض قبل العلاج كلما كان هذا النسيج مريض أكثر وفي حالة هذا المريض وكيف ما كتلاحظوه هذا الجلد من الجلد فهو ملتهب ومتعفين كثيرا إذن نخص نحيدوه بالكامل من بعد كنبحثو على جدر الضفر المريض من اللي كنلقاه نقوم بقطع هذا الضفر المغروس ونزعه من الجدر وذلك لتفادي إعادة الإصابة مرة أخرى إذن الآن حيدنا الجزء للضفر المريض وحيدنا معه الجلد المريض من بعدها كنقوموا بتنظيف الفراغ اللي حصلنا عليه بعد ذلك كننظفوه ونشوفوه مكان العملية مزيان حتى كتولي نظيفه ونشفه هذا الفراغ اللي ولا الآن ما بين الضفر والجلد ممكن له شيء يبقى هكا لذلك قصوا أنه يتخيط ونعاود نأكد لكم باش أنكم طمأنه اللي عنده بعض تخوفات أن العملية كتنبي دون ألم وأن المريض ما كيحس تبشي حاجة وخاك يكون واعي وفايق والنتجة النهائية اللي كنحصل عليها هو أن الضفر كيرجع لمكان ديله الطبيعي وأن الجلد متعفين والملتهب كيتم تخلص منه بالكامل إذن هذه هي مخلفات العملية الجراحية إذن لا تحيط بكثير من الضفر أصلا جزء بسيط من الضفر وكذلك جزء بسيط من الجلد وهذا هو الشكل النهائي للأصبع آخر مرحلة هي تضميد الأصبع مع تغيير الضمضات بطريقة منتظمة مع إعطاء المرض مضادات حيوية لتفادي التعفونة بعد العملية وأيضا بعض المسكينات في حالة الألم وكيف العادة سنختم بالجملة الذهبية لكلكم تعرفوها أن الوقاية تبقى خير من العلاج كنتمنى أن الشرح يكون واضح فيهم وأنه جاوب على التساؤلات ديلكم ولكن خصوصا أنه حيد أي خوف أو تخوف من هذه العملية التي تبقى بسيطة وشكرا شكرا 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 شكرا